تتخيلوا حصل ايه في الفاصل يعني تتخيلوا الود الإخواني إرهابي قاعد في قطر اسم أحمد طه اه مزيع مع تميم جايب الود صيوني كوهين يشتم نشأة ديه والله هوريكو هوريكو صورته هوريه لكوهين اهو ده الإخواني اسمه أحمد طه إرهابي عايش في قطر وجايب كوهين عشان يشتم يعني تتخيل ده إخواني المفروض أنه مصر يعني المفروض يعني بس ما لهش علاقة بجنسيته المصري هو حاليا قطري جايب الصيوني عشان يشتم في نشأة ديه ولكنه تروح أراضي عربية فلسطينية تبقى أنت بتطبع وجايبه طبعا إيه سباب يعني وطبعا هو قاعد دلوقات طبعا الوادي الإخواني الإرهابي ده قاعد فرحان وسعيد إنه واحد إسرائيلي صيوني بيشتم نشأة ديه دلوقتي بالمناسبة من دقائق من دقائق الكلام ده يعني وحنا شغالين عمالين نمسح في البلاط هو عمال يشتم ناحية تانية يشتم في نشأة ديه واللي جايبه واحدة هو طب أنت اللي بتعمله ده هو ده التطبيع يعني ودي الإرهابي اللي اسم أحمد ناصر ده ده التطبيع ده التطبيع الرسمي بقى يعني إنت عامله ده هو ده التطبيع لو أنت بتتكلم ودي تلا أهو يعني إنت جايبه بتتكلم معاه وبتديله مجال طب بتسميه يا ودي أحمد يا طه أحمد طه بتسمي إيه اللي إنت عملته ده ده مش تطبيع هو ده التطبيع الاصلي هو ده انك تدينه المجال وتتكلم معاه وتاخده وتدي معاه في الكلام ما انت كان ممكن تشوفه اي حد اخر مش الولد ده بس طبعا هما كل الازباء البلد اللي هي بتأويه اكبر بلد عندها علاقات كانت وتفضل سره العلن